داميلي أحمد مساء الخير مساء الخير لمتابعي قناة الجزائر الدولية كما قلت قد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء هذا المساء وأتت أوامر السيد الرئيس كالتالي فيما يتعلق بملف تزويد ولاية اتيارة بالماء الشرب فقد أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزيرات داخلية ورأي بوضع برنامج استعجالي واستثنائي فور انتهاء مجلس الوزراء وخلال مدة أقصاها 48 ساعة لحل مشكل تدبدب تزويد الساكنة بهذه الولاية بالماء الشرب وذلك بإنجاز مشروع تحويل المياه انطلاقا من منطقة سد الشرقي على مسافة 42 كم حيث الأشغال جارية كما أسدى السيد الرئيس التعليمات صارمة لتدعم الورشات والانتهاء من المشروع في أجل أقصى 20 يوما إضافة إلى مشاريع أخرى في قطاع المياه بولاية تيارت ستارد تفاصيلها في وقت لاحق أما بالنسبة لمخطط تصدير المنتوج الجزائري فقد أمر السيد الرئيس بأعداد استراتيجية متكاملة تطمن كل مراحل تصدير المنتوجات الوطنية خاصة مع تزايد عدد الشركات الناشطة في هذا المجال كما كلف سيد الرئيس عبد المجيد تبون وزير الصناعة والتجارة بإعداد دراسة علمية واقتصادية جديدة لجدوى ونجاعة تصدير بعض المنتوجات إلى الخارج أما بخصوص التدابير المتخذة لتقليص أجال مرور السلاع المستوردة عبر الموانئ فقد أمر رئيس الجمهورية السيدة عبد المجيد تبون أو كلف الحكومة بإعداد تصور شامل لاستراتيجية تسيير جديدة للموانئ تقدم أمام مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن كما أمر وزير النقل بمزيد من الحذر واليقضة من كل أشكال التلاعبات خاصة في ما يخص التباطئ في مراقبة الحاوية مشددا على احترام مواعيد إفراغ الشحن لتعزيز القدرات وأنظمة المراقبة بما يسمح بتحرير المساحات المينائية الجافة وأخيرا فيما يخص ملف تمويل المؤسسات الناشئة فقد أمر السيد الرئيس الحكومة بفتح المجال أكثر أمام المؤسسات الناشئة للاستفادة من المشاريع العمومية ومحاربة الأساليب البالية الهادفة لإحباط عزيمة الشباب الناجح كما أمر السيد عبد المجيد تبون وزير القطاع بالإسراع في فتح الوكالات الجهوية المكلفة بتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة وكذا متبعتها هذا كل ما لدينا اليوم أحمد